اشتركوا في القناة وفيه إن شاء الله لحسام غالي ويبقى مهرجان على قد اسم وتاريخ حسام غالي وأيضا باسم وتاريخ النادي الأهلي خصوصا أن انت بتلعب فريق هو من أفضل الفرق الموجودة في قارة أوروبا أو الدوريات الأوروبية آيكس أمستردام وأعتقد أن احنا بنتكلم على فريق مميز فريق يعني لعب فيه نجمنا أحمد حسام ميدو واحد من أيضا اللعبين المميزين فبالتالي إن شاء الله بكرة ليست مهرجان اعتزال فقط ولكن أنك بتلاعب سياسة النادي الأهلي أنك بتلاعب فرق أوروبية دائما ممتازة في اللعب في أوروبا عندها بطولات عندها تاريخ طويل في بطولة أوروبا فبالتالي بكرة فيه اعتزال حسام غالي وفي نفس الوقت بتلاعب فريق مميز ده السياسة اللي انت بتعملها قبل كده لعبت روما لعبت ريال مدريد لعبت أتليتكو مدريد لعبت برشلونة لعبت فرق كتير جدا على مدار تاريخ النادي الأهلي بيحاول يعمل عملية المنافسة من خلال اللعب مع فرق أوروبية قوية يعني بنشوف إن شاء الله كده يبقى يوم جميل وأيضا يبقى يوم رائع لحسام غالي واختام جيد لي من خلال طبعا التواجد في أستاذ هزاع بكرة إن شاء الله خلي بالكو النهاردة كان فيه مؤتمر صحفي خاص بالمهرجان وحسام غالي قال بعض الكلام وكلام كتير جدا عن مشواره وما سيحدث لي بعد اعتزاله كرة القدم في البداية كانت سالح حفيز ومجموعة اللعبين الكبار وليد سليمان وسعد سمير وموران محسن وحسام عشور وأحمد فتحي حرصوا على حضور المؤتمر الصحفي ده أكيد بشكل كبير دعم لحسام غالي لأن إحنا ما نجي نتكلم حسام غالي لو قعد لوحده في المؤتمر ومع الصحفيين هتبقى الأمور بالنسبة له برضو حساس أن أنت بيبقى زميلك معاك هبقى لكم كتسالح حفيز واحد من العباء يعني عصره حسام غالي في ظل صعوده للدرجة الأولى أو للفريق الأول فبالتالي برضو مهم جدا بعد ما كان بقى مدير للكرة كتسالح حفيز يبقى متواجد بجانب حسام غالي دعم كبير من خلال كتسالح حفيز واللعبين اللي كانوا متواجدين في المؤتمر الصحفي النهاردة أكيد لحسام جاب عن حاجات كتير وأحمد فاتحي يمكن دول اللي كانوا موجودين في المؤتمر الصحفي النهاردة اللي جاء على شرف مهرجان اعتزال حسام غالي طبعا أمامنا حسام غالي في المؤتمر الصحفي الخاص بقرار الاعتزال ده كان هنا في الأهل الجزيرة مقر النادي الأهل بالجزيرة ولحظة كانت مؤثرة جدا لحسام غالي قدما تحدثوا أعلن عن اعتزاله دي هي دي اللحظة لحسام غالي اللي دائما لعيب الكرة ما بيتمنهاش ما بيعودش ما بيفكرش فيها خالص لوقت طول يقول يا رب ما تيجي لأن كرة القدم بالنسبة للعيب الكرة هي حياته هو أكله وشربه ونومه عشان خطر اللعبة دي اللعبة اللي بيحبها دائما فيه ناس بتشتغل في حاجة ما بتحبهاش بس لعيب الكرة بيشتغل في حاجة بيحبها هي دي بقى اللي بتخليه يبدع بتخليه يطلع كل ما فيه حسام غالي واحد برضو من اللعيبة اللي أنا برضو بتذكر دائما كان بيعمل الجديد في كرة القدم روحه وفكره كان دايما بيعني كابتن حسام غالي أنا بتذكر له إنه هو عايز يعمل حاجة ممكن زميله لجنبه ما بيكون شوية يعني مش مستوعبة لكن هو دائما كان لعبه وفكره سابق حاجات كتير جدا دائما هو واحد من اللعبين الموائزين في وسط الملعب زي ما بقول لكم إخلاصه وعطاءه داخل الملعب كان بيبان دايما من خلال كمان المباريات المهمة أكلمكم على مباريات نهائيات أكلمكم على مباريات ممكن النادي الأهلي محتاج فيها الفوز محتاج فيها إنه هو يكسب عشان يعدي مرحلة ممكن تكون عنق زجاجة للفريق حسام غالي بيبقى مؤثر جدا وبيبقى هو قائد الفريق داخل الملعب فبالتالي يعني اللحظة دي عندما أعلن اعتزاله حسام غالي كانت مؤثرة بشكل كبير بالنسبة ليه كل الحضرين من صحفيين ومحبي حسام غالي في هذا اليوم وأيضا لحسام غالي نفسه اللي بكى ساعة أعلان اعتزاله رسميا من خلال هذا المؤتمر الصحفي ولكن المؤتمر الصحفي بتاع النهاردة كان مؤتمر خاص بحسام إنه هو بالنسبة ليه مباراة الغد وإيه اللي هيحصل فيها وتفاصيلها ومع بعد حسام غالي اعتزاله هيعمل إيه هل هيكون مشارك في آخر مباراة للنادي الأهلي ولا لأ اللي هي مباراة المصري الموجلة إن شاء الله لها يكون يوم 22 حسام غالي تجاوب على كل الأسئلة بالنسبة للصحفيين في هذا اليوم وكان في البداية طبعا حضور كل من كابتن سارة هافيز واللعبين حسام عشور ومروان محسن وسعد سمير ووليد سليمان وشيف إكرامي وأحمد فتحي كلم كابتن حسام غالي أيضا لرسالة بقى الجمهور النادي الأهلي المتواجد في الإمارات دولة الإمارات أو حتى الدول اللي حوالين الإمارات فيه طبعا الخليج العربي يعني مش عايز أقول لكم كمية الأهلوية ومحبي حسام غالي أكيد موجودين في كل حتة اللي ممكن يكونوا قطعوا تذكرة قريدي أصلا ورايحين يحضروا هذا المهرجان حسام غالي بليه جماهير النادي الأهلي منتظركم غدا ده كلمته لجمهور النادي الأهلي ومحبي النادي الأهلي ومحبي حسام غالي أيضا فيه أنه بينتظر كل جماهير النادي الأهلي المتواجدة في الإمارات وخارج الإمارات لحضور مهرجان اعتزاله أمام آيكس أمستردام وأتمنى أنه هو بيتكلم على طبعا المهرجان غدا أن المهرجان يخرج بشكل يليق بالنادي وبحسام غالي نفسه ممكن أتكلم هو على آيكس كمان حسام أن فريق آيكس هو لعب قدامه كتير من خلال تواجده في فريق فينورد الهولندي وهو ديربي دائما بيبقى ما بين الفرقتين آيكس وفينورد فبالتالي هو بيتكلم أنه بكرة هيلعب بمنطقة القوة آخر مباراة ليه وبيعتبر المباراة غدا أيضا ديربي ما بين الفرقتين فهيتعامل معها بشكل جدي وليس بشكل تكريمي هو ده اللي احنا محتاجينه أصلا من المباراة كفريق نادي أهلي محتاجين أن يلعب بمنطقة القوة استعداد لمبارايات القادمة دهنا مباراة كمبالا إن شاء الله يوم 15 وأيضا في المباراة الأخيرة فيها الدور الممتاز أمام النادي المصري يوم 22 الجاري كابتو حسام البدري تكلم من خلال أيضا تصرحاته أن غالي بيتربع على عرش المخلصين للأهلي وبيتمنى نجاح المهرجان كابتو حسام البدري وهو دايما واحد من المدرين الفنيين المميزين واللي كان بيتكلم على حسام غالي أنه هو لسه قدامه وممكن أقنع حسام غالي أو كان بيحاول يقنعه أنه هو يستنى شوية أو يأجل اعتزاله أنه لسه عنده حسام غالي الكثير والكثير ممكن يديه في الملاعب عنده ما شاء الله الفنيات موجودة طبعا عنده حسام كلعب مميز الحالة البدنية مميزة حالة الفكرية والنفسية موجودة مع حسام مميزة فليه لا أنه كان يكمل وده كان من وجهة نظر كابتن حسام البدري لكن حسام غالي هو أخد قراره خلاص بشكل قاطع حتى في كلامه لو هو انضم للمنتخب هل ممكن يرجع ولا لا فحسام غالي قال لا أنا خلاص أخدت قراري بالاعتزال وهو ده القرار الصائب بالنسبالي واللي أنا شايفه في التوقيت المناسب ولكن كابتن حسام غالي تكلم على حسام أنه هو واحد من المخلصين وولاد النادي الأهلي المخلصين خلي بالكم ولاد النادي الأهلي مش شرط أنه يكون اتولد داخل النادي أو جي بعد كده أو عاش حياته داخل النادي طبعا حسام غالي واحد بقى من اللعيبها القلائل اللي هو من سن صغير موجود جوه النادي الغاية أما أنها مشوار أو أهين المشوار وغدا فدي بتبقى ميزة بس كده أن أنت بتبقى من قطاع النشئين للنادي الأهلي الجمهور بيحسها أكتر مع العيب ده كل الاحترام طبعا لكل اللعبين اللي ممكن إدوا النادي الأهلي بشكل كبير ولكن لما جموا هم أكبر لكن الشاب صغير أو الطفل الصغير لما بيتربى داخل النادي الأهلي الوضع بيختلف مع جمهور النادي الأهلي وبيختلف مع اللعيب نفسه لعشقه لكل حتة داخل جدران النادي الأهلي سواء بقى ملعب مختار التيتش أو الملاعب الفراعية أو الملعب الموجودة في مقر النادي الأهلي بمدينة نص كل دي ذكريات بتبقى موجودة داخل وجدان كل لاعب ممكن يكون لعب للنادي الأهلي حتى اعتزاله فبالتالي حسام غادي واحد من اللعبين أولادي النادي الأهلي اللي بيعتزل بكرة هو عارف مقدار النادي وأكيد هو لن يبتعد عن النادي الأهلي في الفترة القادمة ده يمكن قلمنا من كابتن حسام البادري ونتكلم عليه زي ما بقولكه إنه هو شخصية مخلصة أيضا شخصية مميزة داخل وخارج الملعب أتمنى طبعا أن يبقى المهرجان بكرة مهرجان مميز لحسام غالك كلم بقى دايما في كل لاعب بيجي يعتزل بيبقى ليه زي ما بقول إيه خلفته في الملعب نتذكر مجموعة لعيبة كان بتعتزل الرسول كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الحالي كان وقت اعتزاله والتيشيرت بتاعه ده لكابتن وليد صلاح الدين لو تفتكره أمير الموهبين وليد صلاح الدين رقم عشرة ودايما بيبقى فيه جزئية دي كابتن حسام غالي تكلم على ندفد وأحمد حمدي وأكرم توفيق أن هم يعني سيعوضون غيابه هو ما تختارش واحد بعينه واختار بعض اللعبين أن ده هيعوضه الغياب لكن ما تكلمش مين هيكون خلفته حسام تكلم على جزئية مين اللي هيعوض غيابه في وسط الملعب أو جزئية الوسط المهاجم حسام غالي يختار كل من ندفد وحمدي وتوفيق ولكن كل التوفيق إن شاء الله لكل اللعبين عايزينهم الشخصية بتاعت حسام غالي الروح الإخلاص الغيرة على النادي الغيرة على الفنينة الحمرة الغيرة كمان أنت تبقى عايز تكسب في كل المباراة دي مهمة جدا جدا من خلال طبعا طواجد واحد زي كان حسام غالي إن شاء الله تبقى موجودة في كل اللعبين هنتكلم على كل من بقى المديرين الفنيين أو المدير الفني لفريق آيكس آمستردام إيريك تينهاجن سوريا إيريك تينهاجن ده المدير الفني لفريق آيكس آمستردام وهو بيكلم على حسام غالي إن هو سعيد بالمشاركة فيه المهرجان اعتزال وبيتكلم أيضا على حسام غالي إن هو مش لأول مرة بيشوفه في الدوري الهولندي أو أول مرة أشوفه في الاعتزال أو أشوفه طبعا في هولندا أياما كان بيلعب فيه فينورد الهولندي أتمنى طبعا أنه يكون واحد من الناس في الفترة القادمة مؤثر فيه الكرة مصرية عن طريق طبعا الكادر اللي هشترك فيه أيضا كنا بنتكلم على حسام غالي إن هو خلاص لن يشارك في أي مباراة أخرى للنادي الآلي المباراة للنادي المصر هي آخر مباراة للنادي الآلي يوم 22 مش هشارك فيه حسام غالي وإن هو يريح شوية يبدأ أي حاجة ممكن تكون متصلة بكرة القدم وبعد كده إن شاء الله حسام غالي هيفكر إيه اللي ممكن يعمله لكرة القدم أيضا كابتن فريق آيكس أمستردام ماتيس داليخت واحد من أيضا اللعبين اللي هشاركوا في هذه المباراة ولعب آيكس أمستردام بيعرب عن ساعته للمشاركة فيه تزال حسام غالي ويتكلم أيضا عن حسام غالي بشكل مميز جدا وأنه قصف كبير وأيضا شافه وسمع عن حسام غالي أيام ما كان موجود في فينارد الهولندي ويتمنى ليه التوفيق في محطته القادمة بإذن الله الكابتانو بيقول على اليوم اختيار اليوم وليه اختيار اليوم 11 مايو وهو الأنسب بالنسبة لمهرجان اعتزاله وده كأصرح به من خلال المؤتمر إن كل الجوانب الإيجابية هتكون في اليوم ده موجودة طبعا النادي الأهلي ممكن هي ده الوقت المناسب لي أيضا آيكس أمستردام وارتباطاته هو ده الوقت المناسب لي فبالتالي يوم 11 هو كان اختيار الشرك الرعية وفي نفس الوقت حسام غالي والنادي الأهلي باختيار هذا اليوم لقامة المهرجان الاعتزال ونتمنى طبعا يكون يوم رائع بالنسبة للفرئتين أي من أشرف وإيشان محمد إن شاء الله بعد ما يخلصوا امتحنتهم هيكونوا موجودين في بعثة النادي الأهلي إن شاء الله يكونوا النهاردة متواجدين في الإمارات إن شاء الله اللي يلحقوا ببعثة النادي الأهلي لمباراة غدا إن شاء الله قائمة الأهلي للعاكس أمستردام إن شاء الله أقول لها لحضراتكم محمد شناوي والشريف إكرامي وعلي لطفي وسعد سمير ومحمد نجيب وأحمد فتحي ومحمد هاني وباسم علي وصبري رحيل علي معلول وحسام عشور وحسام غالي ووليد سليمان وأحمد حمودي وميدو جابر وباكة ومحمد شريف وصلاح محصن ومروان محصن وأحمد حمدي وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وعمر السلية وأسلام محارب وكريم ندفد وأكرم توفيق دول مجموعة اللي اخترهم كابتن حسام البدري لمباراة الغالي طبعا في مجموعة طبعا أو المجموعة بالكامل تقريبا هتسافر بعد مباراة آيكس إلى كامبالا أو إلى أغندا عشان مباراة بطولة أفريقيا إن شاء الله وكبسارة حفيز كان معنا مبارح على الهاتف وتكلم أن كابتن سمير عدلي متوجه أو توجه إلى أغندا لتجهيز المعسكر الخاص بالفريق ولكن إن شاء الله كل التوفيق تبقى مباراة غدا تجهيزية مميزة للفريق ويعني عندنا مباراة هي عنق زجاجة في دور المجموعات دور 16 في طولة أفريقيا أمام كامبالا تحقيق النتيجة إيجابية هيخليك إلى حد ما الحمد لله يعني يمكن أنت تعتبر نتيجة التعادل هنا في بورج العرب أمام الترجي سلبية ولكن لو أنت حققت نتيجة إيجابية هترجع تاني للوضع الطبيعي وإن كان دور المجموعات أنت عندك فرص لسه قدامك كتير وطويل الدوري طويل عندك لسه أمام تاونشيب مباراتين متتاليتين سواء هنا أو هناك بعد كامبالا ثم تلعب الترجي وكامبالا أيضا مرة تانية فبالتالي كل التوفيق إن شاء الله لفريقنا ومجموعة اللعبين اللي هيبقوا متواجدين اللي هيشارك بقى من النجوم الكرة المصرية في اعتزال حسام غالي طبعا ما دمتها بها يبقى أول اللعبين المتواجدين في مهرجان اعتزال حسام غالي أيضا كابتن فاروق عفر وأحمد حسام ميدو نجمي الزمالك السابقين يعني كل التوفيق إن شاء الله زي ما بنقول كده نجوم كتير هتبقى في المهرجان الخاص بكابتن حسام غالي واحد من اللعبين المميزين بس نبزة مختصرة عن حسام غالي أقولها لحضراتكم حسام غالي طبعا من موليد 15 ديسمبر 81 واحد من اللعبين المميزين اللي ولدوا بمركز بيالة التابع لمحافظة كفر الشيخ واحد أيضا يعني لعيبة كتير جدا بتولده طبعا من جميع قليم مصر يعني مصر مليانة نجوم كبار هنشوفهم وبنشوفهم وإن شاء الله نستمتع بيهم شايفين واحد من اللعبين المميزين محمد صلاح واحد يعني تولد يعني بعيد عن القاهرة بعيد عن مناطق كتير ممكن تكون قريبة من الأندات كبيرة لكن طبعا أنه هو بياخد مشواره وطريقه دي حاجات بتفق كتير جدا في عملية الإصرار بيبقى بعيد بيبتدي يسافر بيبتدي ييجي وفي عنده الإصرار والمثابرة على لعب كرة القدم وأنه عنده طموح كبير أنه يلعب فيه أكبر الأندية فبالتالي واحد من اللعبين المميزين اللي عملوا الجزئية دي حسام غالي ينضمن لقطاع النشئين للنادي الأهلي حتى تم تسعيده للفريق الأول ثم بقى تجربة الاحتراف وحسام غالي بيتألغ فيها في هولندا ثم التوتونهم الإنجليزي وديربي كاونتي بالدوري الدرجة التانية بإنجلترا ثم الانتقال للنصر السعودي والعودة للقلعة الحمراء حسام غالي طبعا أخذ بعض البطولات مع النادي الأهلي أهمهم الدوري المصري 2010-2011-2015-2016 وكأس السوبر 2010-2014-2015 وكأس مصر 2003 ودوري أبطال أفريقيا المراتين 2001-2012 وكأس الكونفدرالية 2014 وكأس السوبر الأفريقي 2002 ده كل بطولات حسام غالي اللي حصل عليها مع النادي الأهلي طبعا دي لقطة دائما بتبقى مميزة جدا ما بين اتنين النجمين كبار حسام غالي وعماد متعب حاجة دائما مميزة جدا اللي اتنين دول بالذات يعني هم يعني بنا تذكر يعني كابتن وليد صلاح الدين ودي خشبة هنا قدامنا نجوم كبار كابتن حسام غالي وعماد متعب هنا كانت اللقطة كان بيقنع حسام غالي يعني كان هنا كان فيه وقت من الوقت كانت حسام غالي الشارة كانت بعيدة عنه كانت مع عماد متعب فكان بيقنع انه هو يجي يرفع معاه كأس مصر تقريبا هيبقى موجود او الدوري الممتاز حد يذكرني بس اللقطة دي يا جماعة كان درع الدوري صح فكان بيقنع حسام غالي انه هو اللي يجي يرفع معاه درع الدوري حاجة جميلة هي دي روح النادي الاهلي وهو ده الكلام دايما اللي بنتعلم منه الاتنين دول ولادي النادي الاهلي من قطاع ناشئين النادي الاهلي فبالتالي هم ده او هو ده اللي بيتعلموه حتة الوفاء والعطاء لنادي كبير ودي واحدة من الكرات اللي ممكن نتكلم عليها الناس كتير حتة الإثار بالنسبة لحسام غالي انه هو عماد متعب كان محتاج الهدف ده يعني هنا كرة لعماد متعب ضياحها جاءت لحسام غالي منتصولة ممكن حسام كان يحطها ولكن حتة العطاء بقى وانه هو شايف ان في الوقت ده عماد متعب هيفرق معاه الهدف ده فادهاله وكاتل امور سهل حتى كابتن حسام البدري وكابتن سالح في السعادة جدا بالهدف ده